ومن مقر نادي الأهلي بالجزيرة حنروح مع بعض على مقر موقع يلا كورة مع مرسلتنا وزملتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع سواء المحلية أو العالمية وكمان حيكون معها لقاء مع منا عمر الصحفية بموقع يلا كورة روزان صباح الخير عليك يتفضلي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يعني قبل ما نقول أخبارنا النهاردة وأهميتها يعني خلينا نقول لفضراتكم جدوى المباريات النهاردة الأربع 17 فبراير في الدوري المصري زمالك مع الإسماعيلي في السعر آه أنا سمعيك يا نهواند صباح أنا بس عايزة أقولك برافو أن أنت الإجراءات الاحترازية يعني وموضوع الكمامة ده أنا وكريم معجبين جدا بيه لأن برافو عليك لا بجد تحتخيل نطلع احنا كمان على الهواكد آه يعني بنحاول بنحاول ناخد بالنا طبعا يعني وربنا يخلصنا من كورونا دي على خير في الدوري المصري زمالك مع الإسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساء الإنتاج الحربي وغزل المحلة في الساعة الخامسة مساء سيراميكا كيلو باترا مع الاتحاد السكندري كمان في الساعة الخامسة مساء مقولين العرب مع أسوان في الساعة الثانية والنصف ضهرا وفي كاس مصر يلتقي بيرامد مع رابور في الساعة الثانية والنصف ضهرا وفي الدوري الإنجليزي أفرتون مع منشاستر ساتي في الساعة العشرة والربع مساء بيرانلي مع فولهام في تمام الساعة الثامنة مساء وفي دوري أبطال أوروبا يلتقي بورتو مع يوفانتوس في الساعة العشرة مساء نروح بقى لأخبارنا اليومية وهنبدأ بالعنوين من موقع اليوم السابع الأهل يغلق ملف مباراة المريخ ويبدأ في التفكير في مواجهة سيمبا من موقع يلا كورا صلاح يتوج بجائزة رجل مباراة ليبزيج وليفر بول من موقع في الجول كومان يعلق كنا نعلم ما سيحدث ضد بارستان جمال وعلينا أن نكون واقعيين وأخيرا من جريدة شروع أزمة تكلفة مساحات كورونا تشتعل بين اتحاد الكورا والأندي دخول بقى في كل تفاصيل أخبارنا النهاردة معنا صحفية موقع يلا كورا يعني مننا عمر عشان تكلمنا أكتر عن تفاصيل مباراة مباراة بالأخص إزاي كان مننا بنرحب بيكي عبر قناة الأهلي في البداية يعني عن غلق الأهلي ملاف مباراة الماري خليني أعرف شفتي ماتش مبارح إزاي صباح الخير عليكم وصباح الخير على جباري النادي الأهلي بداية ماتش مبارح ده كان يعتبر ماتش سهل ممتنع بسبب النقص العددي اللي كان في النادي الأهلي سواء بسبب الغيابات زي علي معلول زي أيمان أشرف أو بسبب الإيقاف زي حسين الشحات طبعاً تلاتة عناصر أساسية في تشكيل النادي الأهلي بس الحمد لله البدائل اللي اعتمد عليها مسيماني قدت بشكل كويس محمود وحيد قدر أن هو يعمل مباراة جيدة جداً في الناحية اليسرى أجايي كمان ظهر بشكل كويس جداً بعد فترة غياب وعودته للمشاركة في دقائق قليلة في مباراة بالميراس كل ده كان مشاكل بتواجه النادي الأهلي زائد الإرهاق بتاع اللعيبة أنهم ليسوا رجعين من مونديال الأندية عملوا متشاط قوية جداً خصوصاً قدام بايرن قدام بالميراس فالحمد لله الحمد لله أنه الفريق قدر أنه هو يكسب ويحقق ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة يعني صلاح فاس مبارح بجائزة أفضل يعني رجل في المباراة خليني أعرف تعليقك عن أداء صلاح بشكل خاص ويعني المباراة عموماً هو أخيراً ليفر بول قدر أنه هو يصالح جميله نوعاً ما صلاح قدر أنه هو يوفي بوعده أنه بعد موتش ليستر سيتي والخسارة هو كتب تويت وقال أنه بيعد الجماهير أنه هم هيقاتلوا كأبطال حتى النهاية فهم قدروا فعلاً أنه هم يوفوا بوعدهم في مباراة لايبزيج صلاح كمان أدى مباراة جيدة جداً كالعادة يعني قدر أنه هو يسجل هدف أخذ رجل المباراة مش بس كده صلاح عزز سجله القياسي مع ليفر بول في الشامبيونز ليج ورفع رسيده من الأهداف لـ 23 هدف كمان صلاح أصبح تاني أكتر لاعب بيسجل أهداف في الموسم بعد روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم باير ميونيخ طبعاً تسجل 30 هدف فالمكاسب كتير جداً من المباراة وأبرزها عودة السيقة لعبة ليفر بول وأنا أتمنى إن شاء الله ندى يزبط معاهم بقى في الدوري محلي طيب كمان من المباراة المهمة اللي تابعناها طبعاً أمباريح كانت مباراة شايقة جداً باريسان جيمان مع برشلونة وكانت نتيجة يعني صاحقة عايز أعرف تعليقك عن النتيجة طبعاً باريسان جيمان اكتسح فعايز أعرف تعليقك وعن أداء اللاعب أمبابي يعني هي نتيجة موزلة مش نتيجة صاحقة صاحقة بالنسبة لباريس موزلة بالنسبة لبرشلونة الحقيقة قبل ما أعلق على أمبابي عايز أعلق على تصريح كومن نفسه بعد المباراة ناس كتير وصفتوا بأنه هو تصريح واقعي أنا بالنسبة لي هو واقعي لدرجة الإحباط يعني لأنه يعني أنا شايفة أنه هو بيحبط اللاعبة في مباراة العودة آه هي صعبة جداً هو خسران أربعة واحد على أردو فمحتاج أنه يكسب أربعة صفر برأ أردو طبعاً صعب في ظل التراجع البدني لعيبة بارشلونة والأخطاء الدفعية اللي احنا شفناها مبارح أخطاء دفعية كاريسية يعني لكن ما ينفعش أوصل للعيبتي أوصل للفريق بتاعي أنه الموضوع صعب أو أنه الموضوع مستحيل لأنه بارشلونة عملها قبل كده في 2016-2017 قدام باريس بردو كان خسران أربعة صفر بس برأ ملعبه وقدر أنه يكسب على ملعبه ستة واحدة فمفيش مستحيل في كورة القدم أو مفيش مشكلة أن أنا أبقى واقعي وأبقى عارف أن أنا عندي أخطاء وعندي أي ويحتاج أن أنا علاجها بس ما وصلش الموضوع لدرجة الإحباط بالنسبة لإمبابيه هو سجل هاتريك مبارح إمبابيه أول لعب يسجل هاتريك في برشلونة في مراحل خروج المغلوب إمبابيه قيمة كبيرة جدا 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 هتبقى خسارة كبيرة جدا لباريس لو ماشي من النادي آخر الموسم زي ما كان بيوشع أو كان بيقال أنه مرتبط جدا أنه يروح ريال مدريد لعب من طراز فريد أعتقد أن السنين أو يعني مش السنين يعني ممكن السنة الجاية أو السنة اللي بعدها إمبابيه بقى هو اللي هيبدأ يسيطر على الكرة الزهبية والجولدن بوت والأرقام والجواز اللي كانوا يسيطر عليها قبل كده ميسي وكريستيان بنشكرك شكرا جزيلا صحفية موقع يلا كورة من عمر عن التفاصيل للأخبار النهاردة يعني دي كانت جولة فأهم الأخبار النهاردة من موقع يلا كورة بنشكركم جدا وعودا للستوديو مرة تلك نحن بنشكركم جزيلا شكر الجميلات سالة حامد وروزان نصر شكرا جزيلا لك